ومن العاصمة البريطانية لندن أشار المستشار في الشؤون الأمنية الاستراتيجية أوليفي غيتا أشار إلى أن خالد شيخ محمد الرئيس التشغيلي الفعلي لتنظيم القاعدة كان يدير عملياته الإرهابية من الدوحة وأكدا في الوقت ذاته أن قطر استخدمت البنوك والجمعيات الخيرية لتمويل الإرهاب حول العالم هناك بعض من الأمور المهمة يجب أن نتذكرها فيما يتعلق بتاريخ قطر مع المنظمات الإرهابية التي تعود إلى عام 1992 فقطر دعت خالد شيخ محمد الرئيس التشغيلي الفعلي لتنظيم القاعدة للانتقال للعايش في قطر وعرض عليه العمل وتم دعوتهم من قبل الوزير الشؤون الإسلامية السابق والذي أصبح لاحقا وزير الداخلية عبدالله بن خالد الثاني عضو العائلة الحاكمة حتى أسامة بن لادن قام بزيارة الدوحة مرتين في عام 1992 وفي عام 1996 والوضع كان سيء جدا من حيث الإرهاب لأن خالد شيخ محمد كان يدير عملياتها الإرهابية من الدوحة لدرجة أن الأمريكيين تدخلوا وأرادوا القدوم إلى الدوحة لاختطاف خالد شيخ محمد وإعادته إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هذه كانت خطة الـ FBI ولكن الرئيس كلينتون رفض الفكرة وقال بأنه سيتحدث مباشرة مع الأمير وسيتأكد أن المحادثة ستكون سرية وأن المعلومات لن تتسرب وسنمضي قدما في الخطة عندما كانت طائرة الـ FBI تحوم في السماء القطرية تم إبلاغ خالد شيخ محمد وغادر على متن طائرة حكومية قطرية وكان هذا كما يقال التيسير القطري وهذا يعود إلى وقت مبكر من التاريخ ومنذ ذلك الوقت استخدمت قطر الجمعيات الخيرية والبنوك لتمويل الإرهاب حول العالم وخاصة الجماعات الذين شاركوا في الحرب السورية الأهلية منذ عام 2013 ولقد كان لدينا حالات كجهات وعائلات قريبة من الأمير والذي تم تصنيفهم كممولين للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ولقد رأينا البنوك الرئيسية في قطر من ضمنها بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبنك الريان شاركوا بطريقة أو بأخرى في تمويل الإرهاب وتم مقاضاتهم بشكل رئيسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتورطهم في الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر